مصالحات مفاوضات هدنة مصالحات طفت على سطح الحرب الدامية في سوريا في الأوينة الأخيرة وبينما تدور رحل معارك في مختلف المناطق السورية تدور عجلة المصالحات وعلى خطا ثابتة في الداخل وبرعاية أممية دخلت إيران على خطها وظهرت على شكل انسحابات متتالية للمجموعات المسلحة من ريف دمشق لسيما غوطتها الشرقية مرورا بمخيم اليرموك وليكون أخيرها أحياء حمص القديمة التي غادرها المسلحون بعد مفاوضة النظام إذن هي مرحلة التسويات المصالحات وهي المؤشر إلى أن لا حل للأزمة السورية سوى الحل الداخلي المبني على تفاهمات دولية بمباركة إيرانية أممية وعلى مقليبها الآخر تركيا وحربها المباشرة حدوديا وعبر حلب على النظام وسرعان ما سيدرك التركي اللعبة الأممية فيترجل عن فرسه ويدخل مضمار المصالحات عبر الحدود درءا لخطر الجهاديين وإمكان تمددهم إلى الأرض التركية بعد تنظيف الداخل السوري من عناصرهم فيجدون مرتعا خصبا لهم في تركيا وعلى الحدود الجنوبية يقف العدو الإسرائيلي وعينه على داعش من جهة والعين الأخرى على النظام وما أسفرت عنه المصالحات حتى اليوم من إخلاء لمناطق كانت جبهات حامية ولحماية نفسه في حربه على سوريا أمد الاحتلال الإسرائيلي جبهة النصرة بالعدة ووفر لها العتيد والتدريبات العسكرية في معسكرات أردنية ليحتوي بذلك جبهة النصرة ويخلق جيش لحد آخر ولكن الهدف نفسه وهو حماية حدوده وقد سيطرت جبهة النصرة في الساعات الأخيرة على التل الأحمر في محافظة القنيطرة وتزامن ذلك وأعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر القنيطرة بين سوريا والجزء الذي يحتله العدو من هضبة الجولان منطقة عسكرية مغلقة إذا أهذه المطيات فأن المصالحات الداخلية على ما يبدو تسبق جربة وإتلافه ويدلل على وجود إرادة دولية لحل داخلي يمهد لجنيف ثلاثة تتوجه المصالحات بعدما كان جنيف واحد وشقيقه جنيف اثنان يناديني بحكومة انتقالية مع رئيس السوري بشار الأسد